تريد سأقول لحدك على حاجة يعني هو طبعا ليه أسامي كتير جدا زي المنجار والأوزنبك والساكسينده وكذا تلاقي الناس بتقلت بعضها خصوصا الستات يعني تقولها أنت خدتي المنجار وخدتي أوزنبك ممكن اتنين صاحبات ياخدوا المنجار وسوى وحدة تخص وتبقى حالتها صحية لطيفة وكويسة ما فيش أي تأثر وحدة تانية يجي لها مثلا توقف في الجهاز الهضمي تتعرض لأمور مثلا صعبة جدا في الألام المعدة وغيرها وألام في الجسم يعني زي ما في بعض الناس بتوصف ده شايف حدك الفرق بين الشخص والتاني الاستيعابه لهذه الحوام بيكون ازاي ده أي دواء ممكن دواء دي العياني يعمل نتائج حيلة وكويسة جدا وفي بعض الآخرين يعمل لهم أعراض جانبية جامدة بيتوقف على المريض وعالجرعة ونوع الدواء يعني الأثمام اللي حدرتك قلتها ودي أسامي تجارية في حاجات بينها بتاخد مرة أحدة في اليوم وفي حاجات بتاخد مرة أحدة في الأسبوع في حاجات بتاخد مرة أحدة وفي حاجات بتاخد مرة أحدة كبيرة في حاجات حديثة زي المنجر اللي حدرتك قلت عليه دواء بيعمل نقص جامد في الوزن فعلا فيها فترة مش طويلة يعني ويمكن كنت ما كملتش الأعراض الجانبية منها مثلا التهاب البنكرياس والتهاب البنكرياس ده مرض خطير قد يؤدي إلى الوفاء مثلا نمرة ثلاثة إن الدواء دوت بيزود حدوث أورام الغودة الدرقية في الناس اللي عندهم قابلية كده عندهم قابلية ورصية لحدوث بعض أورام الغودة الدرقية فممكن يحصل لهم برضك الحاجة المهمة إن في الآخر ده دواء والعيان اللي بياخده بياخد أدوية تانية فممكن يبقى فيه تفاعل بين الأدوية دي طبعا مع ده يعني يعيان مثلا بياخد أدوية للسكر فهم كنت هبطل السكر يعني بياخد أدوية لسيولة الدم ممكن تعمله زيادة في سيولة الدم ده بعض الأعراض الجانبية المهمة إنما اللي منها واللي الناس ما تعرفوش والناس ما تعرفوش عنه اللي هي محظورات استخدام الأدوية دي طب قبل ما تكمل محظورات دكتور باسمون اسمح لي برضا عشان نحط السادة المشاهدين كده في الصور السؤال الأول يتعلق باعتماد هذه الأدوية من وزارة الصحة هي أدوية مصرح بيها دخولها في السوق المصرية معتمدة ولا لأ لأن ده سؤال مهم جدا لأي حد ممكن يروح للدكتور ويوصف له استخدام مثل هذه الحق بالنسبة لأعتماد الأدوية من وزارة الصحة فيه نوع واحد زي ما قلت في أول الكلام هو اللي محتمل لوزارة الصحة لاستخدامه في السمنة والنفس ده وده بيستخدم لمرضى السكر بيستخدم اسم تاني من نفس الشرك عشان يبقى فيش نوع من الاختلاط لديه بجرعة وده بجرعة تانية فده لاقي اسم وده لي اسم مع أن التركيبة واحدة لأن الجرعات مختلفة الأولاني بيستخدم في مرضى السكر والتاني بيستخدم لإنقاص الواسن الأنواع الأخرى لسه مش معتمدة من وزارة الصحة بيتيجي بعضها مهرب وده طبعا بيحطنا في مأذى كبير لأن احنا مش عارفين ضمنين ده مش مخشوش ولا هو سليم وجايد زي واتنقل بطريقة صحيحة ولا أهتم حفظه بطريقة صحيحة ولا أهتم ده لا يوصى باستخدام ولا ينفع استخدمه اللي هي الأدوية الغير مصرحة دي لا الغير مصرحة ما يستخدمهاش استخدمها المصرحة من وزارة الصحة لازم يكون عليها ركوبة طيب أنا دلوقتي رحت الدكتور تغذية ونصحني أن أنا لازم أبدأ عشان أنازل الوزن بصورة سريعة لأن احنا معظم الناس كلها ما عنداش الإرادة أو أن هي يعني إيه نستمر على ضاية طويل ومحتاجة زي ما حدا كده قلت فيه ناس بتبقى محتاجة في وقت قصير تنزل الوزن فعلي إيه الإجراءات الوقائية والتحليل اللي أنا ممكن أعملها علشان أطمن أن أنا لما هاخد الحقن دي مش هتضر بشكل كبير واتابع إزاي مع الدكتور ترجمة نانسي قنقر